صباح الورد والفول والياسمين ليش فول لأنه اليوم مشن فول بتكفي من بعد الأردن وصلنا على الإمارات أكتر من 20 إلى 30 وقفة اختراعات جديدة اكتشافات جديدة شفية بتاخد العقل وكلكم حبيتون فول مشن فول بتكفي بالإمارات نهار جديد بيبلش هلا لكن سنبدأ اليوم بعج woman بكرة راس الخيميه ثم بكرة دوباي مينة راس الخيمي مش راس الخيميه شارجة مينة مينة ويذهب لحيا بكرة عيد شارجة اوكي شارجة اكتر لكن المشوارك تم ت 허� Aimة معاقل على عجمان بنعرف عجمان اتفا ا unfamiliar بكرة بدون مينة إِدباي بكرة بدون مينة بزايا نحن بعد تتهامحه لكنا Legnae يونجدنا لحزارة معاول ما نوقف على شيء كتير كتير تايم عن مين عند البختار نعم بتشط رايلة لدرجة ما بعزة بوصل لبرا أساساً هلا بتوفو عنا شعن بحكي قصة قصة كتير بيرة هو خبز اللبناني في كنت عملوها بالبات بس هون طعمتها غير احساسة غير هل يجي مني عكاوي اللي بتخلوها حالا ما نقوشة خبز اللبناني بتفوت على فرن الكعك ووط اي كومبينيشن اي لابت موسيقى 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 طريق محلين واحد عنده فلافل وفول واحد تانا عنده فول وفلافل متجربون؟ وصلوا على عشما موسيقى موسيقى بيه خلافة وشوار ما الجياج على فحم كم سلسة الكنفتين؟ 22 سنة وانت من وين حضرتك؟ من لبناني كل الجنسية اللي بتجلعنا بتحبنا يعني من عملهم كويس يلا القيلة كرسي برا سوف نقود بيه امان مبار مبار مبارس اسمعت شو قال لي بس قال لي يلعن الساعة اللي شفتك فيها شو بتاكل عنده فول على الطريقة شوية شفناها بالاردن هي خلطة مدمسين مضبوط مطبخين مضبوط خبزات وطلعوا ادشتراية خلطة مضبوط خطلهم زيت زيتون خطلهم طحينة ومندود مطبالين مضبوط حمضهم مضبوط ملحاتهم مضبوطين فيه نص حب ونص نمس مضبوط مطبوخ شوية تحمص على الوجه طحينة زيت زيتون مضبوط جميلة جميلة احنا احنا كاميرا يلا صورة هلعبه محمد قصة كتير كبيرة انبسطت فيه كتير كتير واخر شي بالاخر قال لي شوف ابنتي مراح تصدق ابنتي انو انت جيت لعندي كيف بدي قلق انو انت جيت لعندي من وين لا وين واخدنا صورتها بعتلى بنته عنجاد قديش حلو لبنانية ووين ما كانوا منضبع بعضنا بشكل بعقد يلا ناكس بلايس فول وفلافل اسمه فول وفلافل خالصة مخالصة 18 عام والناس شو بتاكل عندك الفول ع اي طريقة الفول عن الطريقة الاردنية طبعا الطريقة الاردنية الحمص طريقة الاردنية كل هيتا طريقة الاردنية كل الاردنية انت من اين؟ انا من الاردن نجح بنذكركم الفول دائما بنحط بهيدا الشراء التي يبيري من طبخ اربع ساعات خمس ساعات عشر ساعات حسب كل محال حسب قديش بأول نار واهم شيء على الطريقة الاردنية هو نوعين الجرش والحبة الكاملة ترائيه مت ملازم زيت زيتون متل ملازم الحبة الفول الكاملة مع الجرش يلي هو عطيه الطعمة وحضنه من بره جيد 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 هناك طعمة هناك هناك احساس هناك الملوحة المزبوطة هناك الحامض المزبوط جيد جيد كامل حسب كل واحد وعنده طريقته اليوم هنفتحها لأول مرة ملح وكمون ليمون وليمون وليمون مع الفلفل حاسس رح اكتشف شيء جديد أول شيء ها أول مرة نأكل الفول حبة كاملة هالقد كبيرة شوية احساس كتير قوي فيه تاكسشور كتير قوي في شيء بيشبه السوب اكسلنت لهلأ ثلاث وقفات اللي وقفناهن ما كانوا بالحسبين ما كانوا بالبروغرام وما كنا حكينهم قبل ما نقطع عم نوقف الدحكة الفوتة شوية متعرف على حدن مصر شوية متعرف حدن لبناني حدن أردني الاستقبال بعقد ولهلأ كل اللي أكلتهم انبسط فيهم منكفي يلا في وقفة على الرومبون شوية متل الترين مهدومة لاتس جو صلنا على محال بيعمل الفول على الطريقة المصرية شو فيه بالفول ما حال نعرف يجيب منه شو بحط على الوجه كامل ما بعرف شوية حد شوية حد هيدا هيدا القصة كلها هيدا محال ما كل القصة بتبلش فيه نسبة تحطيه بالرمل فيه نسبة تحطيه على النار فيه نسبة تتولي عليها غاز كبير بتحطيها نار خفيفة من هون وبتنطبخ على ساعات و ساعات و ساعات لازم تكون سميكة معمولة من حاس بارينس ميشن فول كول نحن نتعلم كيفية أول شيء فلايفل حجمة مبلطح و كتير كبير عندهم بطاطا مهروسي بيعملوها مع بيضة مسلوقة والبتنجان لكن احنا الفول تقريبا ميطبخ تقريبا 3 ساعات هو الحب اللي احنا بنعرفها اللونة واضح بيانطبخ بيتدمس وبعدين بتحط له زيت زيتون طحينة اسكندروني على الطريقة المصرية توم مافي أبدا بيانطبخ بيتم بيانطبخ بيتم بيانطبخ بيتم ده بقى لي عشرين سنة هنا في البلد فتشغال في مكان والحمد لله كتصفت منه خضرة ولو فضل علي وجينا فتحنا المطعم ده أنا والشريك دي والحمد لله يعني ربنا كرمنا بمجهود الشباب كلهم ربنا كرمنا وبقى اسمي الزيز وعلمه في عجماعة الفولات بين طبخ والسعاد الفول الاسود اللي احنا بنعرفه تحينة زيت زيتون شوية حامض طعمته غير فول طبعا بالمرة بصائب كتير فيه مرورة شوية زيادة معشمة الشربة قصة كبيرة بتقرقش متل الميل فاي واو خفيفة وتفرط فارت ونتلا الدخول داخلي لم ترتض... فالسنات على من السخن ولازع شفيف كيف يتلعب لكم تلاحصوا شفيفكم جلد دقيقتان كيف حالك انت سايد؟ ساعدت الباشا انت الفرن؟ اكيد وانت القصة كله هون ولا قويك؟ روعة 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 انسوا الأكل، انسوا كل شي الجوة المحل الـ positive vibes الـ H-Way والموجودين جوة اعرف ان انا عمنا نصور فول بس انا قبالت ان اصور الكشري والفوتاتري والعدي كلها سوا مش معقول جوه لما حالق ديش حدو ماذا ها نعم؟ ماذا ها نعم؟ ماذا ها تنزح؟ اه ولا أنت بطل انت بطل وانت ات��عب تعرفين ايضا ها تكون هادا عدي دي بلبينا بالمكتب و رح اتذكرك كل يوم رح اشوفو زيزو هو زيزو بطل 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 Oh my God بريم كومترو سوبر 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 اكسايتد أردني جربنا مصري جربنا على طريقة سورية جربنا مطعم عراق جربنا مطعم مصرد قولدوبي جربنا وهلأ سرواق الفول على الطريقة اليمنية القادة على الأرض والتأليد القديمة يلي بعد ما جربنا من فول مصري جربنا مصري جربنا مصري جربنا مصري جربنا وقمنا بقيتنا وانتظار هناك الأكلات اليمنية كلها سوا كلهم تقريبا في يوندرز وهون من تاني مال نبدأ بالفول مصري جربنا الطريقة كيف توصل على الطاولة مهمة كتير بعد عم تغلي الريحة تلت المحل الابهارات كتير قوية تأخذوا لقمة تتفرجوا عليها تأخذوا وقتكم فيها بتنفخوها منيح منيح لأنه بتحرق لسان وزلعين مع بعض فيها تسميها فول فيها تسميها طبخة فيها تسميها مع بعض ما تقول منة مثل حيالة فول أكلتها فيها طعمة فيها أبهارات فيها لزة لقمتكم كتير طيب اللي بتطلخوا فيها إلى اسم معين أو هي؟ طبعاً هذا من الطين من الطين هذا نجيبه من اليمن يسمى الحرضي طبعاً عشان يوصل لدرجة حرارة ساخنة يقلي فيها وبدال يأخذ حرارة وبدال يغلص له تقريباً عشد آي أكتر يستمر فترة في الغليان نعم بالنسبة للفول شوف نوعية الطبخ وطريقة الطبخ بالنسبة للمطأم والمطبخ اليمني تختلف شوية يعني هي منوقة هذه تسمى مثلاً فول مدرة اللي تنقل على هذا الحرض على الطين طبعاً ممكن يكون ناشف ممكن يكون الفول العادي ممكن الفول ينطبخ بعد مع السمن السمن البلدي أو مع الزيت وبعده عم يغلي وصر له أكتر من ربع ساعة قصة قصة كبيرة الآن أضع قصة وريد أن أتذكر ما حصلت للحق مش معقول ما هي المصري وبين اليمني ليس معقول ما هي الأخبات ما هي الحنين ما هي الأحساس ما هي المشعر ما هي الأتشاب ما هي الأكتر المصري ما هي مطبوخ 4 أو 5 ساعات مطحون كثير منيح مثل الشربة ولكن بعدها أضعون الطعام يجب أن يكون ليس مطبخ يمكن أن يكون مطبخ بس الطريقة اللي بيجع بيشتغل فيها الابهارات تبعه الحنين النفس مش معقول هيدا فول اخر محل واو عنجاد عشرة عشرة Like nothing I've had before أهلا و سهلا بكم نصادنا حوالي ممكن ثنة و نصف نحن بشتغل أكل فول فلافل حمص شغلات فولتة و إن شاء الله عجبكم نحن مطعم أردني بحث قليات فلافل حمص أول عوصوله زي ما هي الأردن تبناها من هناك لهون من عمال أجمان هاي كنيفة أو فلافل Amazing يعني الأردن ولا راحت ولا اشي كوبي بيست جيبوا الأردن مثل ما هي حطوها هون بحجمان الحمص الفول الخلطة الخضرة اللي هي بتاعت كل الطعمة في ملح في طعمة معمولة على الطريقة تعودنا عليها حبة كاملة حبة مجووشة صغيرة بحجمان حمص بحجمان نعم ليس كاملة بحجمان مراعب وبكل واحد في طعمي Enjoying it! Next مطعم ليالي السمر هذا هو قطع الطريق كاركا ديت طبيعي Natural Hibiscus قال بي تقشط الضغط فانو انا ضغطي تماما سيت حالمت البطل صار فينا ايكو الفول For a change ايكو الفول مطرين احدا بيقولنا مفي فول الا العشية احدا بيقولنا بلا في فول فول عشية وتفوت بتنام لقينا فول حبيت الصحر كثير الشكله كثير حلو هيدا اول مرة منشوف جبنة على الفول جبنة بيضة سودينية البندورة ومقصوص حبة كبيرة البصلة البيض غير شكل شوية خس وخدار ورفولات مع زيت زيتون وفيه سوس حده سوس فلفل اخضر حر فول مثل ما نحن ناكله حبة كبيرة كله الطعمة بكل المطيبات على الوجه سوف يجب عليك انتهى انتهى هيدا هادولي حره كتيرا احمي جود يا اخدناك مش حره معقلي ماي اوش قلق الماشاة قلق الم Blend اسم المحل تنور مافي كان القاتذر والغير مافر فشه responder فخري وهذا هو keeper الألوان فيوض ففور سيجوز مافهرano ليزوم هناك جديد فيف سلسين بالطريقة الصينية ماذا يعني؟ الخلطة المكسيكية اعتقدت فيها حر سوبر ماشت هنا قليلا حريق فيف وبيقوا وبيقوا فيها نفس فيها طعامة لم نحن نصور داخلها عملنا قصة وصور ومتصور بعدنا كان نقم كثير طيبة الحقي ينقال ده يكون قهوة عربية على الرمل اه خرجته نوية كتير طيبة لاتس فول لاتس فول لاتس فول ارامد لاتفول مش معقول الفول الفول مش معقول ما خبركم انه بورا الكاميرا معنا خالد كل نهاري اللي هو ساعدني وبرامني ومعاشي حينخصب ما خبركم معناك وورا الكاميرا خالد مش معنا نتقفي بالله محلات كتير من واحد لواحد بس كمان عملنا نشوف الفول بالبيوت كيف بيتاكل محلات محلات وصلنا على البيت والطناجر فوق بعضه في رز وفي لحم وفي فول وفي من جميعه شو رح نعمل اليوم هيت تعرفكم على لارا أنا اسمي لارا من الأردن عندي مشروع منزلي بلشت فيه لتقريبا سنة والحمد لله شوي شوي عم نتطور عندي بقم الأكلات الأردنية الفلسطينية الشامية كلها من بلاد الشام بنطلع وجبات يومية وبنطلع برضو للمناسبات العائلية والحمد لله كل أمورنا تمام الناس رضيانين موسيقى طبخة الفول جبنا الفول الأخضر قطعنا أول شي فيه ناس تحب تقلي فيه ناس تحب انه كمان نتفوره أنا فضلت اني أفوره عشان ما نستخدم زيوت كثير قلبته بالزيت حطيت له اللحمة وغلق بنضيف له البهارات ومرقت اللحمة والرز وبنطلقه بنفتر إن شاء الله موسيقى موسيقى أخدتنا على سفرة على الأردن بلقمة حمودة اللبن رائعة الرزات عظيمين لحمة سوبر طرية واحدة فول لحمة رز فول لبن موسيقى 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 قصة كبيرة طبخة بيت احساس بيت النفس رائع موسيقى موسيقى وغلبنا موسيقى شميقى موسيقى موسيقى طب أول شغلة بتعرفو اللي بيطبخ مظبوط من قرشة اللوزة الي ما هم بتعلك نعم اللحمة سوبر طرية راح نحط شوية فول، طالما الأساس هو فول يمكننا أن نضع قليلا لبن بخيار و سلاد ولكن هذا الأكل تذكرنا قليلا برزعة جاجة وهو رز مع لحم مفرومة هنا لدينا رز مع لحم شقف وفول وكثير مكسرات وصنوبر كثير كل حبة أكبر من الثانية تطلعوا بالرز و تقولوا أكيد يريدون سوس لأنه أكيد ناشف لا لن ناشف سوبر جوسي والفولات المطبوخين مثل ما لازم وبالآخر أرشت المكسرات واحدة وحدة ثانية شو هالخلطة السحرية غير شكلة باي باي مرسي كتير أكلات سوبر طيبين كتير مبسطة بغداية رجع إيه؟ رجع رجع ما يفكروا أنه خلصنا رجع شنون يلا منكفل برمي من هون منروح لأوين؟ عدوا باي باي مرسي باي مرسي تعبي السيارة فول ما تفهمني غلط الله يخليك فول باي مرسي بالعنوان احنا بس نعمل تفول قبلشنا بالمطعم ويجا تزارتنا وضلت معنا وربيت معنا احنا قاسمية الفوال الأصل من حيفا بسنة 52 بلشنا بإربد بشمال الأردن وبعدين نطررنا نطلع على أبوظبي بسنة 2017 ومعرسنا المهنة هناك وتعرفنا على الزبائل بعدين قررنا نطلع على دبي وهذا الفراء بلشنا فيه سنة ميه 2020 ومعرسنا الزبائل هذه محلات المكتوبة يقرأ من عنوانه وحسيت من فوق المحل من أهجواء المحل من الطريقة الشابيبة كيف تعمل من خبز الصخن الذي يأتي الحموصات مع الطحينة على طريقة المسبحة اللي يسموها هون كاسمية الحموصات مضوخين كتير منيح كتير كتير منيح جود باي نظيف مرتب طيب كلهم مع بعضهم ما بتحسوا حالكم في طاعة ما حالفول أبدا في بلات وماربر بمدرقة دي والمطبخ سيبر نظيف كتير مبسط كل شي كان كتير ضيب مرحبا مرحبا رياض كيفك؟ انت من وين؟ من الشام يعني واحد بيحس حاله ببلده ببلاد الشام طرنا هون سنة بطسيم الأخذية كاملة طبعا البقوليات والفول والمكسرات والحلويات طبعا هذا الفول الشامي الخب كاملة هذا الفول الذي يسميه أبو شادي فول كاليوي هذا الفول الذي اليوم أتكلم منه رجعنا تناعمل شيء سيبر سبيسيال وما أعتقد حدا منكم أبدا أبدا فكر فيه الفول هتا نأخذ الفول له محل تاني لاتس تيك فول من بعد من بعد فول و القيام بنادًا بعد جميع أننا فول ولكن من بعد قصر فول لا تفكر فيها ما يريدكونا؟ سموكت فول نعم فول مدخن 16 ساعة مهلا أنتوني أهلا فيك مراتين ه angle 4 في دبي وخصوصا في الموتور سيتي صنع شفت العالم تاغ ومانشن ونزلت تفكر مراتين نسام شاء احدا سنقوم بعمله شو تولي معي يجب معي مجدد فول سامع عشرة بالليل لحد هلا فيه شر makna فلم نقول لنرى امرت ما يتلع معنا اليوم نهنى مطبوخ عالاخر حبه حد التاني هذا الجبيل الحمص الهندمايد والهوممايد اكيد على طريق غصن بجونية يللي بروح لعندو بيعمل لحمص حب مبروم بحمص بطحينة على ال ايد حتى جايب المعلق اسبيسيال تبعتون يا ابو شاجي ولا اشتني له كيز نكون معنا اووو لو كم معنو نترك شغل الى صحابه ما رأيك مرتجيل طالما سموكت بوحي مناسبة؟ نحط لها سموكت بابريكا أو باربيكي سوس باربيكي سوس تركنا لكم شي تفكروا فيها مرتجيل جاينت سامبوسك فيه بقلبها شو؟ بقلبها فول بقلبها فول، بقلبها حامر، بقلبها بلندولة، بقلبها كمول، بقلبها بحار أسود، بقلبها ملح فكرة جيدة 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 مش نفول مش نفول بلشت بالأردن والليوم الإمارات ورح تكفع على بلدان تانية سأتذكر صديقي العزيز فؤاد الذي من وراء بدأت تحب هالقد الفول كان عنده حلم أنه يبيع فول بكل بلدان العالم كان عنده حلم أنه يكون الفول بكل بيت بالعالم وأن الفول يكون هالترويئة للناس بخدها وبتقبضها جد ومش بس ترويئة بتتاكل كالنهار أحلام كتير، فاليوم هيدا الفيديو كله صوى كرمال فؤاد، سأتذكره، تماما ننسى أبدا The king of the fool يلا نهار أول بإماراته بيخلص سألتقى بكرة 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 باكتشافات بعض أكتر روكرة وهي نلسى نلعب لعبة أخيرة يلا لعب نريدنا نعمل شغلة بسيطة كريم فراش أمه، 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 أمه ليس لدينا نبنى يحصل لم وأردن لعبة الدولة وما المنزل؟ ليس لدينا اللعبة ماذا لم أردن؟ نطقي climbing ترجمة نانسي قنقر